قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة استجابت لعدد من التوصيات التي ترحها الحوار الوطني بشأن تطوير المرحلة الثانوية موجها بأن يتم طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي من خلال آلية الحوار الوطني بما يسهم في إثراء المناقشات بهذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة حيث أكد مدبولي أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة يأتي في ضوء سعي الدولة للنهوض بمجال التعليم وفق توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بما يحقق النفع لطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات السوق العمل والتنفسية الدولية